اشتركوا في القناة لبرج الجدي وعنا خلو مسار وعنا زاوية حادة يعني في مجموعة أخبار بالنسبة للقمر موجود الآن في منزلة عائم وهي للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة واحد وثلاثين دقيقة من مساء الليل الأحد اللي هو بث الحلقة ورح يستمر لغاية ساعات مساء الغد في منزلة البلدة وهي منزلة للتبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته ما زلنا منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومنطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا زاوية اليوم بدأ تأثيرها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس هاي زاوية تأثيراتها من اليوم 8-8 لغاية يوم 15-8 ذروتها يوم 11-8 في الساعة 11-53 دقيقة بعد الظهر بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات أو المواجهات أو أحداث العنف في مثل هاي الوضعية بدل هاي زاوية عادة لما بنحكي به هاي زاوية بدل على تغييرات أو أزمة مفاجئة في الحكومة احتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وممكن هاي الدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين المريخ وبين زحل طبعا تأثيرات هاي الزاوية لغاية 11-8 بتزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهة وممكن يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لامتعاض داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للتوقعات الدائمة لهاي زاوية فهي بدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع صناعات الثقيلة والبورصة وتراجع المنتوج الفلاحي واستقراج المعادن واحتمال وقوع حوادث أو إضرابات ومقاطعات في المناجم والمحاجر والمعامل اللي ممكن يعرقل هذا التصرف الإنتاج كمان بيزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعصف في هاي الفترة ممكن إنها تزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين أو تشهد هاي الفترة فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون طبعا تأثيراتها لغاية يوم تسعة ثمانية ابتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول ابتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل الإيجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي تأثيراتها ليوم عشر ثمانية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو طبعا تأثيراتها منفصلة لغاية يوم اثنين تسعة هي الزاوية هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة بترجع على الساحة وبتدعم من وضعنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة ست وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية طبعا تأثيراتها طيلة النهار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام ساعة عشرة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها طيلة النهار برضو بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار للقمر السلبي اللي هو ببدأ من الساعة عشر وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وباستقر في برج الجدي ببلش يشكل أول زوايا لأله عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم ومنجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا وعلينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو تجديد عقد التأمين أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن إلى غاية ساعات المساء الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات المساء فبتصير الأعضاء الأكثر حساسية الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن اللي هو الأذنين تحديدا فعشان هيك هاي الأعضاء اللي ذكرناها بنفس الأوقات هي اللي ما مننصح لأي عمليات جراحية لا إلها أما في علاج ومراجعة طبيب أو أخذ علاجات فما في أي مشاكل بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وبما أنه في عنا خلو مسار ولكن بالنسبة للشرق الأوسط فساعاته رح تكون يعني بعد فترة انتهاء العمليات الجراحية فما من ساعات الصباح عمليات الجراحية مناسبة هذا اليوم برضو نفس الشيء منحكي مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وما في أي مشاكل ولكن في ساعات المساء بتكون تنتبهوا معالجة البشرة شوي ممكن يصير فيها بعض الصعوبة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكنه يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بخصوص الحجامة لأشخاص اللي سألوا عن الحجامة لهذا الشهر إمتى أفضل الأوقات لإلها فيوم 10 و11 و12 و13 و14 هدولة الخمس أيام هم أفضل أيام للحجامة لأن القمر بيكتمل يوم 12 الشهر بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي فخلوق المسار القادم بيبدأ يوم الأربعة عشر ثمانية في تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وأربعة واربعين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر اليوم طبعا عمر القمر المثلث عمره أو المحدب عمره 11 يوم في تمام الساعة 13 و11 دقيقة عصرا بيصبح 12 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23 ثمانية طبعا هي منتحسة بنسبة عشر في المية ولكن في ساعات الصباح بترتفع نسبة النحوسة لأربعين في المية وبتكمل لآخر النهار القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي في ساعات المساء ورح يضل في برج الجدي لغاية يوم عشر ثمانية طبعا هو سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعات العصر تقريبا ولغاية ساعات المساء بيصير ممتزج بنسبة 15% يعني بمعنى أنه بظل يتقلب ما بين ساعاتي ونحوسي 15% و15% تقريبا كل ساعة فهي نسميها فترة فوضى من ساعات العصر لغاية ساعات المساء أما بالنسبة لعطارد في العذراء فحتى يوم ستة عشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم حدعش ثمانية سعيد بنسبة 60% المريق في الثور حتى يوم عشرين ثمانية منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم أربع وعشرين ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم أربع وعطناش منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ثمانية عشرة منتحس بنسبة خمسطاعش في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن لغاية ساعات المساء بتنجط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيده وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن بعض موليد برج الحمل يخرجوا في رحلة أو يروجوا العمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها بيكون في هذا اليوم في نجاح وحظ في حياتكم العاطفية والعائلية ولكن في فترة خلو المسار انتبهوا أثناء تنقلاتكم أو قيادتكم للسيارة أما من ساعات الظهر أو من ساعات المساء لأنه بصير الانتقال بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك التزم بمسئولياتك وتعتبر هاي فترة واعدة إذا التزمت بالتحذيرات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن لإلكم فمن الآن ولغاية ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدئة الأجواء وتعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما في ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وباليوم بيحملك في ساعات المساء لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر أو تسويق نشر دراسات عليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اتحرك على مختلف الأصعدة فالحظ حليفة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء أن القمر موجود مقابلكم فعشان هيك بتظل الفترة هاي مناسبة لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وهذه فترة شوي بكون فيها بالطاقة ضعيفة فعشان هيك ما زالت سلبية وضاغطة ما بينفعك سواء الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات يعني لغاية ساعات المساء أما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم وبتقدروا تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فتعتبر هاي فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة وهي جيدة للأمور المالية ولكن ممكن تظهر بعض المصريف لإلها علاقة بالعائلة أو إلها علاقة بالصحة برج الصرطان بالنسبة لموليد برج الصرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك برضو بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاولوا انكوا تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين ولا تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تناطلوا أي عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما في ساعات المساء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم فحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا كلامكم أو أي كلام أو توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم قوي ما بيرحم بهذا اليوم لأنه زي ما حكينا بصير مقابلكم القمر تماما فعشان هيك فترى فيها بعض الصعوبة رغم أنه هاي الأيام ممكن تحملك ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء عصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبرضو ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك أو بتحس ببعض الطمأنين اليوم وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر هاي فترة إيجابية من الآن لغاية ساعات المساء مناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاول أنك برضو ما تتحكم بأحباءك وصحح الأخطاء أما في ساعات المساء بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم وحاذروا من أي تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مساء العائلية أو شخصية طارئة أو ممكن أنك تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم برضو بتجدوا تعاون من أفراد العائلة من الآن لغاية ساعات المساء ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر مشاكل شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر راعي وضعك الصحي أيضا أما من ساعات المساء فالأجواء بتتغير مية وثمانين درجة لصالحك بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بقطوة مباركة وممكن برضو تتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات والتنقلات وتمنى الآن لغاية ساعات المساء الأجواء إيجابية وبظل هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات المساء بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك حاول النكمات خالف القوانين واحترم المواعيد والتزاماتك المهنية واهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات أو في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية من الآن لغاية ساعات المساء ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا اليوم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن من خلالها تحقق يعني ربع أو يعني هيك بعض المكاسب أما من ساعات المساء ابتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا إسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي تحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود طبعا من الآن لغاية ساعة المساء الاجواء إيجابية وعليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما في ساعة المساء بتعيد وتنظيم ميزانيتكم أهم شيء ما تغامروا بأموالكم وتعتبر هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم من الآن لغاية ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت متاعبكم وحاولوا إنكم ما تبلغوا في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتريدكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شيء إنك ما تحسم أمر فالفترة هاي سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات المساء بتستعيد نشاطك وحيويتك بتستعيد حماستك وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة رح تمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برضو بالمساء بعض موليد برج الجدي رح يصلهم خبر سار برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة طبعا هذا الكلام من الآن لغاية ساعات المساء فبتتسع عندك الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جنبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات المساء فطبعا القمر رح ينتقل ويصير في برج الجدي له بيت متاعبك فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من أي حظ حاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك وأي شخص بوعدك بشيء ممكن أنه ما يوفي فيه برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بتكو تهدؤوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعة المساء بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا واحدين تعتبر فترة نشطة اجتماعيا وواعد دراسيا أو مهنيا أو عائليا ابتكثر عنكم الاتصالات والمواعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا عند أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء